اشتركوا في القناة 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 هتصدر فيه وتسدد الدين اللي عليك ولا عملته مضيفة وزودت بيها قطين نوم واخدلك وبالتالي دايما بحذر يا جماعة خدوا بالك وطلبت الاقتصاد بالذات والصحفين الاقتصادين معدل النمو الاقتصادي لا قيمة له في غياب مؤشرات اخر طيب عايزين نقول احنا يعني كنا فين اليومين اللي فاتوا دول من اول سنة عشرين لاتنين وعشرين اللي احنا فيها دي علشان اذا معرفناش حجم المشكلة التلاتة وعشرين بالضبط اللي بقى لها يوم هنعمل ايه في السنة الجاية اولا احنا كان عندنا اربع خصائص يعني في البيانين قوي لاي واحد محلل اقتصادي اول حاجة كان عندك اعلى عجز موزنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي في كل دول النشأ اتنين كان عندك اعلى دين عام للناتج المحلي الاجمالي في كل الدول النشأ تالت حاجة كان عندك اعلى سعر فايدة حقيقي في العالم رابع حاجة سبت سعر الصرف في المدة 3 سنة وده خطأ اكاديمي ومهني وعلمي كان يجد ان لا يقع فيه محافظة البنك او السياسة النقدية مخطط السياسة النقدية في الماضي لانه ده ودينا الحقيقة وراه رجعنا وراه يمكن 10-15 سنة ليه لان كان الاجنبي بيخش يستثمر في اعلى سعر فايدة حقيقي في العالم بيستثمر بسعر دولار سابت وهو خارج بندي له فوايد بتاعته الحقيقية العالية جدا وكمان نرجع له دولاراته لدخل به في حين انه من الناحية المهنية والاكاديمية معروف جدا انه لازم سعر الصرف وده اللي انا املي فيه وواضح جدا فيه محافظة البنك المركزي الجديد الاخ حسن عبدالله وهو رجل ذو كفاءة وخبرة جمدة جدا في مجال الجزء بالزاد بتاع العملات والسياسة النقدية انه ابتدى يحرك سعر الصرف ده بناء ده مش عايز اقول يعني توجيهات من السندوق نقد الدولي وانما هي حقيقة معروفة بكل الناس الاربع عوامل والخصائص دولة كانوا سلبية ولا ايجابية في الاطار ده الاربع دول كانوا سلبية تلاتة منهم سلبين جدا اللي هو اعلى عجز موزنه واعلى دين عام وتزبيت سعر الصرف ودين عام ده خارج ودخلي خارج ودخلي تاريبا مية في الوقت تاريبا مية في المية من النتج المحلي الإجمالي يعني كل اللي احنا بننتجه مدينين به كل اللي احنا قيمة مدينيتنا قد قيمة انتجنا فيه خلال سنة بالزبط طيب فده نتج عنه ايه نتج عنه على طول انك انت دخلك الاموال الساخنة تلاتة وتلاتين مليار دولار دخالي خلال السنوات دي خلال السنوات التلاتة اللي اربعة اللي فياته دول لان الناس دخلوا خارجة بالطمئنة شديد جدا ده كان سعر الفايدة برا صفر او نيجاتف انت حضراتك تبتدينه 12% هنا و15% اللي ايه ازوم الخزانة وصفر برا وصفر برا ايام ما كانت الفايدة صفر 15% وتعظم له سلام وياخد فلوسه ويمشي مغامرين العالم كلهم جم استقروا في مصر فجم فجأة لما سعر الفايدة اولا لكوفيد وبعدين الحرب وبعدين سعر الفايدة في امريكا ابتدى يعلى قالك سلام عليكم وجري انت برضو ما عورتوش هو بيجري طلعته برضو زي ما هو ما خلقتش تقصر بسعر الصرف يعني لو سعر الصرف لازم يعني يطلع وحنرجع لها على فكرة كمان شوي المشكلة ان احنا اعتبرنا ان الفلوس دي فلوسنا وبالتالي ابتديننا نتوسع في الانفاق الاستثماري بتاعنا نسين ان الفلوس دي مش بتاعتنا دي ناس داخلين هوت موني اسمها هوت مال ساخن النهاردة خرجوا 33 مليار خرجوا وانفاق الاستثماري بمعنى افن يعني توسعت بقى في طرق وفي مباني في عشوائيات عملتها بس الحكومة طول اللقاء بتقول لي دي مش من ميزانية ومش من موازنة ودي مش من القروض لا في فرق بين انها خارج الموازنة نتيجة انها زي مثلا المجتمعات العمرانية الجديدة خارج الموازنة وبالتالي هو بيمول من خارج الموازنة الكلام دا كله لكن الجزء الاجنبي في الاستثمارات بتاعتك لازم تجيبه من بره من الفلوس اللي كانت عندك زائد ان النهاردة واحنا بنتكلم دلوقتي النظام المصرفي مدين مكشوف بـ 22 مليار دولار يعني هم تخربوا بـ 33 مليار والنظام المصرفي تبقى لتقرير البنك المركزي في الشهر اللي احنا فيه دا مدين بـ 22 مليار دولار من مين؟ مكشوف مكشوف مستلف عنده عاجز 22 مليار عنده اه يعني لو يعني ما له ما له ما له اقل من معله بـ 22 مليار دولار زائد أن الفوائد بتزيد بره فطبعاً خدمة الدين اللي هي الفوائد بتزيد معاك الدين ده عشان تعرف يعني مدى خورته سالة ما باخد قرد باخده في فايدة سابتة لا لا ولا فايدة مركبة السندات بتبقى فايدة سابتة كوبون سابت إنما في حاجات كتيرة قوي بتبقى متغيرة يقولك لايبر بلاس زماني يعني السعر الأساس زائد 1% أو 0,5% أو 2% عشان تعرف مدى خطورة هذا الدين تعرف إنه هو مثلاً دائماً دا ما تقسي الدين الخارجي لأي دولة وتشوف هو هو مناسب ولا تشوف حجم الصدرات علشان ده اللي بيسدد عدد بعض بيكلم عن الناتج بيكلمش على الصدرات لا لا لذي الخارجي الصدرات علشان ده الدولارات اللي حد جيلك فإنت عندك ده 6 أضعاف الإحياطي بتاعي و6 أضعاف الصدرات أنا مصدر من 45 صافي التصدير أسأخذ بالك التصدير برضو كتير يمكن 50% من الصدرات بتبقى مستورد لها أصلاً عشان مواد كامل حاجات مندي فالمهم رقم كبير ما هوش رقم صغير كمان أنت المطلوب منك لما تحسب الجدول الكبير بتاع ميزان المدفوعات بتاعك التحولات المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة والصدرات وتطرح منها الاستيراد بتاعك والمدفوعات للقروض والكلام ده كله أنت مطلوب من حضرتك حوالي 60 مليار دولار في الثلاث سنين ده اللي جاي واللي بعد بالظبط كده 20 مليار في السنة 22 24 25 بالظبط كده طيب ده كل ده قدى إليه قدى إليه على طول أن موديز وفيتش طلعوا أن النظرة المستقبلية وثلاثة التصنيف طلعت أن النظرة المستقبلية للسوق الاقتماني في مصر يعني سالبة بي بي واحدة يعني أنت عندك بي فيه 3A وبعدين 2A وبعدين A وبعدين 3B وبعدين 2B وبعدين B قاع التقييمات وبي ماينس كمان فطبعا ده مؤلق مؤلق ده لأنه لما يتقال أنه بي ماينس ما يحفز المستثمر ما يحفز المؤلق لا بالعكس يخوفك يخوف المستثمر إن قدرتك الاقتمانية بقت بي ماينس نظرة مستقبلية سالبة واخد دلك الدين الداخلي بقى آخر حاجة أكثر من 4 تريليون جنيه الدين الداخلي وبيزداد ليه؟ لمين فانده؟ الدين الداخلي ده النظام المصرفي النظام المصرفي للبنو للبنو سلف البنو زائد زون خزانة بقى أنت عملك تطبع زون خزانة تبقى تمول بها هذا العجز زون خزانة بالمصري ما هو دين الداخلي دين داخلي طبعا وكل ما الفايدة ارتفعت أنت كل 1% رفع سعر الفايدة بيسمع معك بحوالي 10 مليار جنيه 10 مليار 10 مليار جنيه فطبعا يعني الصورة زائد بقى جاء يعني توزارة المالية كانت بتطلب كل أسبوع بتعمل مزاد عشان سندات أزون خزانة أزون خزانة علشان تغطي بيها عجز الموازنة اليومية دي فإحنا كان عندنا يعني في يناير واحد يناير دا اللي احنا فيه المزاد الأسبوعي 78.5 مليار جنيه مطلوبين عشان يسدوا عجز الموازنة من السنتين كانوا 32 في الأسبوع في السنة دي 78 اتنغلت على وزارة المالية 78.5 بيعمل بيشتريه البنوك البنوك بوضائع عاك انت حركب انت وضعتك بتعمل البنوك بتعمل أرباح ازاي كلها ازاي ما سألتش حرك نفسك البنوك ازاي القطاع الوحيد اللي بيكسب في مصر نتيجة انه هو داين الحكومة الحكومة كل مرسة ستلق ويهو بتسدد؟ حتى لو مسدددش على الورق دا دين سيادي مش ممكن يتعمل له مخصص هو بيتسدد بيتسدد بس دا معلانها ما بتستثمرش البنوك معلانها ما بتستثمرش لأ البنوك لا تستثمر مش بديه فلوس لمصانع وشركات ومجمعات القطاع الخاص بينكمش بقاله حوالي 23 شهر أو 26 شهر على التوالي القطاع الخاص نصيبه في الاقتصاد انكمش من 75% بقى 25% وال75% الدولة أحد الحاجات الأخرى اللي أثرت على إن عجز الموازنة بيزيد إن كتير حاجات إن سلخت من ورحت للسندي ورحت للسندي السندي والأجهزة والهيئات الاقتصادية والحاجات دي كلها وبالتالي كل رادي ألوه بيزيدة الوحدة فإرادات الدولة بالقل فالرجل يعيني لا ولو عاجز الصدق الدولة اللي بتتفعله وفرقات الجبيلة وبعدها خسران طبع وبعد السندي والهيئات الاقتصادية خسران فتبعا الدولة فالرجل وزير المالية الحقيقة في موقف اللي يحسد عليه لأنه كل شوية عمل يضبع هو المفروض إن وزير 52% من ميزانية مصر كان 52% 48% 52% 52% 52% فدي كلها يعني نصف وزير مالي طيب حاجات بتقول لي هو بيعمل حاجة من اتنين لا بيقترد لا بيضبع آه بيطرح أزون أزون كذا أنا بيقترد بيها من النظام المصرفي زي التواني وصابي الأخرين دول ده كل أسبوع كل أسبوع يعني السنة دي السنة دي في واحد يناير 78% للأسبوع ده لكن السنة السنة الفتن فاتت كانت 32% وسنة الفتت 56% حاجة زي كده وده طبيعي ومش قادر نلومه فيه الحقيقة لأنه راني هعمل ايه عجب مني بالظبط فده فيما يتعلق بالإيه بالتشخيص الوضع اللي احنا فيه حاليا حنقول العلاج ازاي أنا طب ممكن نقول علاجين علاج الدولة الحكومة بتعمله ازاي وتقديرك له بديل او شايف ان ده العلاج الصح يا ما ترى من خطوات اتدامت علي الحكومة لعلاج هذه الارقام والمأزق الهائل اللي شرحته واللي اكيد الحكومة عرفات لا الحكومة انا شايف عمله مؤتمر اقتصادي اه والسيد رئيس الجمهورية بعد مؤتمر الاقتصادي في ختام المؤتمر الاقتصادي طلع وقال الكلام انتوا قلت له ده اي طالب في كلية الاقتصاد والعروب السياسية يعرفه وكل وزير قال انجازات وزارته ما حدش حط حل لرشدته زي ما انا حبتدي اتكلم دلوقتي رشدته للاصلاح الاقتصادي مش موجودة كل واحد يتكلم على حدوده لكن الصورة العامة كانت غيبة في المؤتمر الاقتصادي تماما وبالتالي اللي كان منتظره السيد رئيس الجمهورية او الاجهزة او الحكومة او بتاع او برلمان ما حصلوش عليه بالتأكيد بالتأكيد واعتقد لعلي اكون على خطأ ان الحوار الوطني هيؤدي الى نفس النتيجة ده اعتقادي الشخص يعني 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 فيه صمت على الحوار الوطني ما حدش عارف مصيره اي طبعا طبعا فانا هقول روشيتة اصلاح وهي على فكرة هي من كارج السندوق يعني قد تكون حاجات جديدة وقد تكون حاجات صادمة الى حد ما انما انت في وضع دلوقتي بقولك عليك اي واحد هقول روشيتة دي غلط واخددلك لازم يقولي الستين مليار دولار اللي جايين دول اللي حيعمل فيهم ايه لا والعشر الى رايحين تقصد اللي جايز تحققهم اللي جايز تحققهم اللي جايز تحققهم اللي جايز تسددهم خلال ثلاث سنوات من السنة دي زائد التسعة عشر مليار دولار اللي موجودين دلوقتي في باكلوك بتاع بضعف مواني ومصانع عدة تشغل الكلام ده كله اه في حدود تسعة طيب هترمي عصاك واي من يعني اخي عزير معصار بير معصار فنشوف عصا حضرتك اول حاجة وانا كتبت يعني كذا ما قال في باكلم فيه بقول انه عشان كتب انتوا مواغدين بالنا ان السياسة النقدية وحدها لا تكفي ده لحضرتك لازم فيه سياسة نقدية وفيه سياسة مالية وفيه اصلاح هيكلية التلاتة دول لازم يمشوا بالتوازي لو واحد فيهم تصلح تشرح للناس فان بس التعريفات حيبان دلوقتي البنك المركزي وقراراته وقراراته وحجم وعرض النقود لسعر الفايدة سعر العملة الكلام ده كله ده ده السياسة النقدية والسياسة النقدية تعملت لجد الوقت اللي انا شايفه وقد اكون شاهدتي مجروحة لان انا يعني اعرف المحافظ من زمان وعارف انه قد ايه هو عنده فكر اول حاجة عملها رفع سعر الفايدة عشان يبقى فيه فائدة حقيقية لانك انت التضخم لما يبقى واحد وعشرين ونصف في المية وحضرتك الشهادات بالستاشر ولا بالخبستاشر يبقى كل واحد بيحط فلوسه بيرجع خسران اخر السن فهو على سعر الفايدة اولا بيمتص السيولة فيه سبتمية وخمسين مليار جنيه تقريبا فائد السيولة في المجتمع هو رفع سعر الفايدة وقبل كده كان قلل الاحتياطي الالزامي زود الاحتياطي الالزامي على اساس يلم السيولة دي على قد ما يقدر يلمها وخلى بقى دلوقتي فيه حافز للناس انها تحط فلوسه تودع لانه بيكسب اكتر من التضخم خد بالك مش دي دي على فكرة مش 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 بالضرورة الرشيدة دي صح لكن هي دي اكاديميا هي اللازم تتعامل لكن واحد زي اردوغان في تركيا على سبيل المثال التضخم هناك 80% واخد بالك وهو مصر سعر الفايدة 9% 65% ومصر ان سعر الفايدة ما يزيدش عن 9% الى 10% توقف الفرقة دي اه ليه؟ لانه سعر الفايدة ده بيشجع التصنيع والانتاج والتصدير والتشغيل والسياحة كلا فرشدته مختلفة عننا غير تقليدية لكن يعني تركيا بدل منتجة سجاب النتيجة جاب نتيجة لانه منتجة اه واخد بالك لما عوم العملة في اوائل الالفنات اخد 20 سنة على بال ما وصل للنهاردة انه بيصدر بـ 250 مليار دولار قدينا يمكن 10 مرات فاخدت وقت فالرشدتة اللي احنا نتكلم فيها دي مش بتاعت يوم وليلة لكن يعني لازم نتدي نتحرك فيها فهو السيد محافظة البنك المركزي اعلى سعر الفايدة بينها اعلى سعر الفايدة حقيقي في العالم تاني محادش امريكا على سبيل المثال التدخم مثلا 8% لكن سعر الفايدة نك 4.5 وكساك سؤالين في الاطار دي سيد هاني اولا هل انت مطمئن الى انه رقم التدخم دي حقيقي معدد التدخم دي حقيقي كتير جدا انا طبعا الان انا عندي وانه حقيقي 21% ده السودان ما عنديش بديل ما عنديش بديل جير ان انا قبله لان انا من الاول خالص من زمان وانا بقنادي بان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لازم يراجع كل مؤشراته قومية بما فيها البطالة البطالة مش هقول انها اربعة في المية ولا عشر ولا ستة ولا بتاع ده البطالة يعني اي واحد يعني تعريف للبطالة يقللها يقللها طب رحية تانية فندم شايف انه احنا مشكلتنا في التدخم انه معانا فلوس كتير فراحين نصرفها ولا المشكلة انه احنا معاناش فلوس يعني لما ورفع سعر الفايدة عشان يخلص استثمارات بدل من تروح بتعمل بها حاجة تعالى حصولها عدي في البنك انما انا معايش اساسا عشان اجل حضرتك هو فيه سيولة في البنك فيه سيولة في السوق 650 مليار جنيه عن اللي المفروض تكون موجودة في حسابية فلازم يعلي سعر الفايدة عشان يعمل الحاجتين دول طب انا مجاهوا للإستثمارة واجاهوا للشغل 600 مليار دولار يروحوا للشوق للمصانع وشركات ونفتح بحلات مين اللي حيعمل كده مين هو لازم يبقى فيه ناس اصحاب مصانع عندهم حوافز انهم يعملوا هذا الكلام وده حقولك دلوقتي ليه مشكلة فانا عندي دلوقتي اعلى سعر فايدة حقيقة في العالم وعندي مرونة سعر صاف خلينا اقولك بقى ايه الخطة بتاعتي او الرشدة بتاعتي فضل فاني اني انا حصدر اصدر ازون خزانة هرجع تاني في الهوت ماني هرجع تاني اعمل ازون خزانة علشان احقق 3 اربع حاجات مع بعض اولا انا ما بديش زي الاول ما بديش سعر فايدة 20% و15% وكلام ده كله انا حصدر ازون وهعمل معا الحاجة اللي هو قالها محافظ المركزي اول ما جه هنشتغل على المشتقات انا حصدر انا عايز اصدر نزون خزانة واقول للاجنبي او المصري اللي حاطت دولاراته لسه موجود وخايف من ان سعر العملة يتضاهر اكتر بقول له لا ايه حبيبي انا هدفعك تمن اللي هو اوبشن ادفعك تمن تثبيت سعر الدولار ليك وانت داخل وانت خارج كام 15% يبقى ما بياخدش 25% اللي هي بتاعت الشهادات ولا 20% بيدفع بياخد 8% الى من 8 الى 10% يبقى اديت له طمأنة قضيت على السوق السوداء المصرين في الخارج والناس دول كلهم ما بقاش خايف انه سعر الدولار لان انا هيرجعلي دولاري زي ما حطيته وخدت عليه كمان 8% او 10% بياخدش في اي حتة في العالم وده مش مفتوح انا عايز اعمل الرشيدة دي ل 10-11 مليار دولار العاجلين جدا اللي حفرج بيهم على البضاعة وحيبقى عند البنك المركزي شوية سيولة يقدر يدافع بيها على سعر العملة اخد لك سعر العملة لما بنعومه من المشروع جدا حتى عند صندوق النقد الدولي وعند الناس كلها انه يبقى فيه ستابيليزيشون فاند او صندوق للضمان او ثبات مش تثبيته وانما ثبات الحركة فيها عشان لو نجرف او او تحت اوي اعرف المه للحدود اللي هي المفروض تكون وهي فرق التضخم بينك وبين امريكا يعني لو فرق التضخم بيني وبين امريكا عشرة في المية يبقى لازم كل سنة الجنيه بتاعي يتضهر عشرة في المية ده سعر ده سعر الصف المارن لو زاد اكتر من كده يلحق البنك المركزي يشدو فانا عايز اصدر ازون خزانة قصيرة في الاجل يعني خلال سنة واضمن بيها ادفع بيها المشتري مش زي الاول بقى ادفع بيها المشتري هزيه ازون اوبشن خيار انه هو يثبت سعر الصرف وهو خارج فاطم ان الناس واقضي على السوق السودة وكلي الدنيا كلها تبقى معايا ومعايا سيولة قدر اشتغل لا زالت النقطة غابضة بالنسبة لي ايه الفرق بينه وبين اموال السقبات هي اموال السقبات هو داخل وحيخرج اه لكن انا اولا ما فتحتهاش عالجارب نمرة اثنين ما ثبتش سعر الصرف بحيس ان الراجل ده حيخلش ياخد 25% ويطلع كمان عامل 25% على الدولار بتاعه لا ده انا دفعته 8 تثبيت الدولار ليه فانا بدفعه من 25% 15 اه اخد بالك او من العشرين هدفعه 10 ويدفع ليه ويدفع لا علشان انا بضمنه وهو خارج ياخد دولاراته بنفس السعر اللي دخل بي دلوقتي دي اسمها اوبشنز معروفة يعني 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 افرد ايه افرد ايه ابراهيم دلوقتي وانا وانت كده وانت بتقول الدولار انا شايفه هيبقى باكتر من 30 جنيه وانا شايفه انه هو لا مش هيعدي بتلاتين انا فانا بشريك بتدفع ثمن زيادة شوية علشان لو بقى ب40 جنيه ولا ب50 جنيه لا انا واخده منك بتلاتين اه واخدلك انت حامي نفسك وانا اللي واخد الرزق عشان كده بدفعك ثمن هذا الاختيار فالاوبشن ده انا بدفع به الاجانب او المصريين في الخارج او في الداخل اللي مكنزين الدولار انا اعرف ناس كتير جدا معاهم دولاراتهم في بيوتهم لانه بيقولك انا طب ما انا ايه 25% انا ممكن بعد شوية الاقي الدولار انهار ب40 جنيه ولا ببتاع لكن لو انا قلت له لا يا حبيبي انت زي الدولار ما حتاخده ده تقولي حرجحولك دولار تاني بس هزويدك بس هتدفع مبلغ صغير وحديك 8% ولا 10% ده رقم واحد ده رقم واحد سندات بشكل جديد بالضبط كده بالضبط كده التاني بقى التاني على الاجل الاطول شوية معلش فيه ناس كتير هتتعرضني او هتزعل مني او الكلام ده كله انا لا يوجد امامي حل الا قناة السويس وقناة السويس هعمل ايه انا لان افرد في ملكية قناة السويس ولان افرد في الاحساس التاريخي والشعبي والسياسي بان احنا ملك قناة السويس حتى الرئيس مرة كان قال نعمل اسهم في قناة السويس ونبيح لا انا مش عايز ابيع ولا مصري ولا اجنبي ولا اي حاجة خالص اي سهم من اسهم قناة السويس تظل مملوكة للحكومة المصرية للدولة المصرية واخد بالك وانما وانما انت بتصدر سندات بتورق الاراضات المستقبلية لقناة السويس على سندات تشتري السندات دي بتطرح في البورصات العالمية بتعمل مثلا زي 7% او 10% على السند بتاعك ولمدة 40-50 سنة انت حتجمع لك على الاقل 50-60 مليار دولار واخد بالك ليه انت استبدلت تدفع بيوم اللي عليك اللي من دول لا مش هكخده معا من بيومي لا انا في عرض المليار اه اه من اللي هجيلت عشان يسأل المغري المغري ان ضمان عائد خناة السويس خناة السويس بتدي عائد سنة ويثابت بقى له 150 سنة وبيزيد وبالتالي انت بتعمل 7% على الكوبون بتاعك ثم كل اموال الساخنة دي كانت مضمونة وكل وقت خد فلوس هو وماشي لا لا الدولة ما عجازتش انا تدينه خائق يعني دي حتبقى في البورصة بره تتبادل في البورصات بره انا مليش دعوة بيها انا كدولة ما بسدتش الاصحاب السندات فلوسهم الا بعد استحاقها بعد 50 سنة بعد 50 سنة 50 سنة هو بيشتري وبيعه واحد يشتري ما فيه يعني ده نموذج متعرف عليه واسمه سينكينج بوند يعني بس ده مش الخديو اسماعيل شوي لا الخديو اسماعيل رهن القناة نفسه لا 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 انا برهن ارادات الضمان ارادات قناة السويس انا بستبدل قرض قصير الاجل حل اجله ومعنديش اي وسيلة لسداده بقرض اخر طويل الاجل بريح الميزانية بتاعتي ما ببقاش مزنو ان انا لازم اجيب 60 مليار دولار ومين لجيين دول واحنا مش هنقدر نروح لبلاد عربية ومش هتلحق تبيع اصول حتى بما يعدل هزا المبلغ طيب علشان بس كلنا يعني نبتلع يعني هذه المتكرة خليها نخرج فاصل وبعدين في الاسناء الفاصل وانتوا يعني بتشرب الشاي هحاول اخدع وسزي يعني يعيدي كلام دي ثاني بشكل اخف المنيع بعض الفاصل اذا عدنا الى خبرنا الاقتصاد الكبير السيد زهاني توفيق وهو يقدم روشتة خارج الصندوق تقريبا خارج الصندوق نهائيا يعني لحل المشكلة وازاي هو طرح فكرة توفير 60 مليار دولار تقريبا لسادات كل ما علينا من ديون السنوات التالية القادمة من خلال توريق تعبير يستخدمه توريق قناة السويس بمعنى طرح السندات بقي ضمان ارادات قناة السويس تمام دي الفكرة زي كل ما فاهمتك اه مفهومة صحيح كده وان انت بتستبدل قرض قصير الاجل حل اجله والبديل بتاعه انه يرهنوا على الاصول بتاعتك يعني قبلك انه بقى الاصول دي ما هي انت اي قروض سيادية بيمضي عليها البنك المركزي ووزارة المالية دي بضمان اصول مصر فانت خلفت اعلنت افلاسك اتحجز عليك فانا عايز انا بازبق بهذا الكلام اي حجوزات وكلام من ده وفشوف ازاي اقدر استبدل قرض حل اجله بقرض تاني طويل الاجل على 40-50 سنة لتزديد القروض المفترضة والمستحق ولا يخش فيه جيب وزير المالية مليم واحد فيه ده ييجي يطلع على سداد مديونية انا مش عايز يخش يروح في حيطة تانية كمان كويس بيش فده كل اللي انا بقوله ده اصلاحات في السياسة النقدية او رشدات سياسة نقدية خاصة ببنك مركزي واصدار سندات وسعر فايدة والكلام ده كله لكن ياريت الامور تمشي بسياسة نقدية كان كل الناس طبعت فلوس وعلت سعر الفايدة ودت للناس مش عايزة وخلصنا والبلد بقت كويس لا فيه اصلاحات مالية واصلاحات هيكلية فحتكلم على الاصلاحات المالية تفضل تفضل انت مفيش قدامك غير انك انت تشتغل وتنتج متصدر متاسع تبقى سياحة تبقى زراعة تبقى صناعة تبقى اي حاجة البديل الوحيد عندك انك انت تبقى الاستثمار الاجنبي المباشر وهو ليه مهم لانه يعني في الصين مش مهتمين بالاستثمار الاجنبي المباشر لان معدل الاضخار بتاعهم كبير 45% انت معدل الاضخار بتاعك 8% او 10% لازم تنمو 25% معدل الاضخار يبقى 25% ما عندكش هذا الكلام يبقى لازم استثمارات اجنبية مباشرة فكل اللي انا هقوله دلوقتي خاص بازالة معوقات الاستثمار الاجنبي المباشر فيما يتعلق بالاصلاحات المالية متاسع اول حاجة شمول المالي شمول المالي انا مستغرب المهندسين مش عايزين يدفعوا درايب دمجة مش عارف فاتورة الكترونية والمحامين والاطباء والمين اللي هيدفع فالشمول المالي غير مطبق في مصر واحنا ما نحصل عليها هو حوالي 50% مما يجد ان نحصل عليه في الدرايب بتاعتنا بمقارنة بكل الدول اللي حوالينا اتنين اسعار الاراضي عالية جدا تلاتة اسعار الطاقة غالية جدا شوف المغرب بتعمل تعال خد الاراضي وخد الكهرباء ببلاش وما تدفعش درايب واشتغل وانتج وصدر صدروا مليون عرمية رينوز سنة اللي فات نتيجة التسهيلات الرهيبة ما عندناش دي ما عندناش عنا ده ما عندناش كانت خالص انت مكبل الاساس عبداللطيف المناوي في المتاعب قاله ثلاث يام بيكتب عن ترويع المستثمرين فيه جريم الترويع المستثمرين طبعا فينا طبع الكاتب والصحفي والعلام الكبير حلو قوي العمود بتاع الحقيقة البيروقراطية والفساد الفساد صاحب للبيروقراطية بشدة انت قالك هنعمل مش عارف الشباك الواحد الشباك الواحد رخصة زهبية دي عشان تأسس الشركة في يوم ولا بتاعها انا همي مش في تأسيس الشركة في يوم في الخمستاشر سنة اللي بعد كده تسعتاشر جهة ادارية بترقيدن وده داخل وده خارج وده عايز فلوس وده عايز تسهيلات وده موقف لك بقرار وده عامل بتاع المستثمرين بيلطم اللي هي تعدد جهات الولاي ده في ده الشركات السيحية او مش شركات السيحية 35 35 عندنا منظومة ضرائب بما نتكلم في السياسة المالية الضرائب عندك اكبر عدد ضرائب في العالم انت اوليابان 25 نوع ضريبة ونسوم تدفع ضريبة قيمة مضافة وبعدين ضريبة على الارباح التجارية وبعدين ضريبة على اذا وزعت ارباح ضريبة توزيعات ارباح وبعدين ضريبة عقارية انا اول مرة اشوف المصانع تدفع ضريبة عقارية لانت بتشغل الناس بما تباره عقار فدي مشكلة ففي منظومة ضرائب مانعة الحقيقة لازم تقليص الانفاق الحكومي الانفاق الحكومي عالي جدا وبعدين يعني انا شايف ناس راحوا ياسسوا شركات في الاردن او في المغرب او في الواندا او في بتاع يا اخي انا رئيس الحكومة او حاجة اجيب واحد من دول او رئيس الجمهورية اجيب واحد من دول انت ماشي ليه من هنا ليه رايح هناك وليس هيبنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تاني يوم خمس قرارات جمهورية بازالة كل هزي نسف كل هزي المعوقات فانا اعتقد ان احنا مقرارات دي لا تتوقف يفدي وعن ذاك معوقات ما بتضيرش طول الوقت التصريحات بالتسهيل كلها تصريحات كلها تصريحات انما حضرات جرب تستثمر في مصر وبعدين اصلاح انت الراجل ما تكون واحد تشيك بدون رصيد واحد دخل محكمة بطء اجراءات التقاطي تترتيبك ال 146 على 150 دولة في بطء اجراءات التقاطي ما ينفعش المنظومة دي كلها بس دي جاية في الاصلاح الايكالي اخر حاجة طبعا الدعم يكون نقطي وبسرعة ليه لاننا رفع سعر الفايدة ورفع سعر الصرف هيؤدي الى تضخم التضخم هيؤدي الى ان فيه ناس كتير جدا هتعاني الدعم النقدي مستو انه بيروح لجيبك مباشرة زي برضو ما اردوغان عمل دخلت في حسابات الناس في ادنك وانا عاملين تكافل وكرامة كده بس لا ما زال فيه دعم عيني والدعم العيني دايما فيه يا اما اهضار يا اما فساد لا اما فساد العيني يا جماعة اللي هو التموين اللي هو العيش اللي هو رز التموين كل الحاجات دي كلها ادي لحضرتك الدعم نقدي وخلي الراجل يقرر هو اول على فكرة الدعم النقدي بيعطى في امريكا اللاتينية كلها نمر واحد للام مش للراجل معرفش حاجة ثقة في الرجالة اه اتنين مشروط بان الولاد بتتعلم وان تكافلوا كرامة في المعايير دي بالضبط اه مصعفش بيقليل الام ولا لا دي مجموعة اجراءات الهيكلي بقى الاصلاحات المالية الاصلاحات الهيكلية دي بقى يعني يعني لازم نتكلم فيها الحقيقة المفروض المفروض ان يبقى فيه مفيش حاجة اسمها وزير بيحط سياسة وزارته يعني على سبيل المثال وزير التعليم قاعد اربع خمس سنين بيعمل تابلتس ومش عارف ايه وانترنت ومش عارف اجيبال الرجل اللي بعده على طول نسف الكلام ده كله واهضر اربع خمس سنين من التجربة اللي كانت شغالة وتصرف عليها المفروض من يضع السياسات اقتصادية كانت او اي حاجة تانية مجلس اعلى دائم له سلطة مطلقة على الوضع السياسات والوزير بينفس يحكم على مستمراره من عدمه خدرته على تنفيذ البرنامج اللي هو جاي ينفذه فيش وزير يحكم دعم اندماغه ده المشكل الكبير بزاق اه اه الحاجة المربوطة بيها على طول عشان يبقى المجلس طبعا المجلس السياسات ده في الدول الديمقراطية الاحزاب بتقدم برامجها وانتقابات والوزير بينفس اه بينفس سياسة الحزب بزاق والشعب بيحزن وفي الانتقابات انهم في وضعين الراهن انه ما فيش حالة ديمقراطية مجلس قعلا له كافة الصلاحيات في كل حاجة وفي التخطيط وفي كل حاجة اتنين ودي بقى مهم قوي مادة تفعيل مادة شمول ووحدة الموازنة العامة للدولة اه فيه سندي السندي دي كلها انا مش بشكك في زمة القائمين عليها ولا في قدرتهم حتى على انهم ما يعملوا مشروعات نجحة يعمل كافية للسندوق يعمل بتاعه حيعظم العائد بتاعه انما انما خد لك علم الاقتصاد بيعرف بايه بانه هو فن مش علم فن تعظيم النواة النواة الناتج من الموارد المحدودة فانا النهاردة لما يكون عامل صندوق وبيديروا ناس مخلصين ومحترمين ومناء وكل حاجة وفاهمين انما بياخدوا قرارات خاصة بالسندوق في غياب الرؤية العامة الماكرو ايكونوميك ترسبيكتف بتاع اللجنة العليا للسياسات الاقتصادية انا اولوياتي غير اولوياتك يعني انا النهاردة مش مصدق ان كل اللي بنعمله ده ويبقى في عندي ربعمائة الف مدرس مش عارفة جبلهم ميزانية شيء لان الميزانية راحت على سنة دي انا لو كنت عرفت دي من اولوية اولوياتي كمجلس اعلى للتخطيط كان زماني حيبقى موقفي تاني خالص وبالتالي ما ابدأ شموله متجاهلين في وزارة التخطيط ومتجاهل الموضوع ده برضه طبعا ما تقدرش تعمل حاجة بسهو دي وزيرة فسط وزارة انا بتكلم على مجلس اعلى وخصوصا بس دي وزيرة التخطيط يعني في وزارة تخطط لكل الوزارات انت عندك اهم وزارتين المفروض يكونوا موجودين النهاردة مش موجودين الاقتصاد والاستثمار يعني انا مش عارف ازاي البلد مش يا بحكومة مفاش وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار فانا اعتقد ان هذا الكلام لازم يتعامل اللي هو تفعيل مبدأ وحدة الموزنة وشموليتها الاسراع بالاجراءات القانونية وبطء اجراءات التقادي زي ما قلتلك اصلاح التعليم الفني الحاجات برضو ترتيبة كوحش اوي فيها على العالم بمناسبة الترتيب هو فيه تأرير اسمه تأرير التنفسية بتعمله الهم المتحدة كل سنة انا لو من رئيس الحكومة او من المجلس الاعلى اللي بتكلم عليه او من البرلمان حتى اكلف الوزراء المعنيين كل واحد ازاي ينط الترتيبه في هذا التأرير يبدأ المعيار يبدأ المعيار ما يفعش انا ابقى مش هتصدق انا القبل الاخير في تأرير التنفسية في كل الدول المجورة لية في جذب الاستثمارات هرا يا ايران واليمن فعلا او الله او اليمن تجذب اي دلوقتي ولا ايران ده احنا الاخير الرسمية انت منفر منفر للستثمار فلابد ان احنا نشتغل على تأرير التنفسية ده وكمان لازم نعيد ترتيب اولويات الانفاق الحكومي لانه واضح برضو الجرينا في حاجات يعني انت النهاردة صرفت حوالي 400 مليار دولار على البنية التحتين مشاريع البنية التحتين وانت مدين ب200 مليار واخد بالك طيب ما كنا صرفتنا بس 200 ما كناش مدينين خالص والمتين التنين ماشيين يعني واخنا ماشيين ما ينفعش ان احنا كربسنا اولويات الانفاق الحكومي في اتجاه معين وسبنا حاجات تانية مهمة اولا طيب دولار اصلاحات التلاتة افراد بالضبط دليل المواطف ماء او رجل العمال اه هنقدرونوهم في خمس داية ولا نعملوهم في حلقة لوحدهم الخمس داية بالضبط طيب خمس داية بالضبط اه انت نعمل ايه اولا اعمل ايه كم مواطف الازمن هقول لحضرتك اولا سنة 2023 سنة اللي احنا فيها دي قاسية واسوأ من السنين اللي فات دا بيجمع كل مؤسسات العالم شكرا يا خمد ففيه انكماش اقتصادي او ركود معناها ايه معناها بطالة معناها ايه معناها انخفاض الطلب الطلب على السلع والخدمات وفي ناس الوقت فيه تضخم هتيجي تسلحة السعادية وبالتالي هيحصل ركود تضخمي يعني جيل خلاصة ان فيه تضخم وفيه بطالة والاتنين دون اسوأ ظاهرة اقتصادية ممكن تحصل طيب انت كمنتج تعمل ايه بقى الف لا تتوسع دا مش وقت تتوسع يا حبيب لا تتوسع بخزن الخمات قبل ما تتعقد على اي منتج حتطلع اجهز بخماتك الاول اتنين ما تبعش بالاجل تلاتة ما تبعش بالاجل الا والبضاعة متسوينة عندك ما تعتمشي ذات الشركات العقارية دلوقتي كله باي على قدام ومش عارف ينفذ لان الحديد علي وكذا ديال معلش يخفض هيكل العمالة عندك ما امكن سلعية الناس ما لهاش لازمة ما عندها شغل قاسي يعني لكن اديهم مستحقتهم بس ايه تخفف العبق عليك لانك ممكن تفلس قبل ما السنة تقلس هي خفض منافس التوسيع بارك لو عندك منافس توزيع كتير قوي قليل او ثلاث قليلهم ادمجهم اخر حاجة هد خمات ارخص حتى ولو على حساب الجودة يعني ما تجليش سعرك لان في ايه قريدي تدخل وما فيش طلق مغيف العيش ازاي مغيف العيش من مئة خمسة وتمانين بقى خمسة وتمانين بالزبط كده المستهلك بقى ايوه الف شراء بالتأسيد لانقفاض قيمة النقود المستقبلية كل ما فيه ها ولكن ايه من مطور او من منتج مضمون ماشي متاخدش بالتأسيد لو تشتري شواء او تشتري شرش او تشتري مطور مليئ مضاعة واجهزة بالزبط كده ايه يعني يكون منتج مضمون الصمعة بالتأسيد كل ما تقصد كل ما يبقى احسن لك علشان قيمة النقود بتقل فيه تضغم الاساسيات فقط متاخدش بقى فشخرة وحفلة مش عارفين وفرح ابني فين وخالتي جاية نعم للناها مش عارفين في البيت في البيت كله ده كده بالزبط كده ايه ابحث عن عمل اضافي لو عندك فرصة لانك دعم لك نفسه مش مضمون ودخلك لازم يزيد اخر حاجتين تأجيل شراء الوصول السبت عندك عربية نص رتاعة لا سب ده مش وقت تجديد تلاجات ولا حاجات جديدة اخر حاجة اذا كان عندك فائد بقى بتاع دهوت الفورمولا بتاعته دهب 20% شهادات بعائد 50% وخليك دايما ما ترميش على شهادات على 5 سنين و3 سنين و7 سنين خلش على القصير قصير لان سعر الفايدة منتظر ان يتنو يعلى كل ما التضخم بيعي 50% من الفائض اللي عندك اللي مش محتاج له وديه لشهادات و20% اللي بيدهب وال30% اسهم البورصة جارية انبارح داخل على فكرة 400 مليون دولار في دولار في البورصة وال بورصة بصرية والأزون الخزانة والحاجات دي كلها والشهادات والكلام دا كله يعني فيه فلوس كتير دا خلي يا مدخراتك العاشر الطلاب جديل اللي معاك ما ينفعش لا لا ما ينفعش مكانك هنا الاسهم كويسة وبالذات الاسهم اللي فيها تصدير فيها عواقع دولارية اسمدة زيوت مش عارك ايه كلام دا خليل شكرا جدا سيد هيتو فيه وارجو انه الاخر خمس زي دولار يبقوا حلقة فودان المنتج والمستهلك في مصر بالنصايح بيقدمها المستهلك توفيق لسنة 2023 اللي قالنا انها هتبه سنة قصية جدا زي بلاك فريدي كده فيه بلاك يير حاجة كده وانا اسف للإحباط طالما طالما تشخيص مع علاج بس ألب عظيمة أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الأربعاء القادم أما الغد في وعيدكم مع نجم الإعلام المصري لسنة خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة